موسيقى مساء الخيرات وأهلا وسهلا فيكن في حلقة جديدة من برنامج كل نورشو اليوم حلقتنا فيها ضيف شخصية يعني مطبيعية نشاط وحيوية وأخلاص ضيفي اليوم أول شيء مؤسس منظمة سمارت أكاديمي اللي أصبحت الآن عالمية تاني شيء هو خبير تنمية مستدامة وتطوير استراتيجي بالإضافة إلى خبرته في مجال الاتصال المؤسسي وكونه إعلامي سابق رح نرحب مع بعض بالأستاذ علاء نقشبندي أهلا وسهلا فيك أستاذ علاء وشرفنا في برنامج نورشو يا أهلا وسهلا فيك أخي نور العزيز الغالي علاء الدين نقشبندي حاصل على ماجستير إدارة أعمال عمل في حكومة أبوظبي منذ عام 2008 كان جزءا من فسيفساء تطلعات رؤية أبوظبي 2030 ترأس لجانا علمية عديدة وشارك في مؤتمرات للأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا حصد المركز الأول باسم النمسا على مستوى العالم في مسابقة أفضل الممارسات في مهارات الكمبيوتر واليوم بخبرة تزيد عن عشرين عاما يتطلع إلى المستقبل بتحقيق استراتيجيته التي أسماها الاندماج الذكي 2025 حيث كانت مستندة لتأسيس سمارت أكاديمي استاذ علاء نقشبندي من هو باختصار علاء نقشبندي هو شخص إيجابي بكل معنى الكلمة مهما كانت الظروف مهما كانت التحديات مهما كانت الصعاب دائما بتطلع أنه فيه نقطة إيجابية في الموضوع لازم هي أول نقطة النقطة الثانية شخص يعشق التميز يعني مش فقط أنه أبحث عن التميز وإنما بتنفسه بعيشه بحاول أنه حتى عندي في البيت يكون الأولاد دائما متميزين يعني لدرجة أنه سواء على مستوى الدراسة أو على مستوى الصعيد العملي يعني أنا عندي بنتي تسع سنوات عمرها الآن بتصمم برامج الله يخليها عندها قناة على اليوتيوب تعلمت إنجليزي لوحدها من غير أنا ما دخلها يعني مرة تفاجأت أنه جايل عندي قلت لي بابا هاي الجملة الإنجليزية شلون عم قولها صح قلت لي عم تقوليها صح بس مين علمك ياها؟ يعني لسه ما دخلت أنت بالمدرسة بالإنجليزي قلت لي بابا على اليوتيوب فتت على اليوتيوب وتعلمت فقلت لي عن جد أنا موصول أنه أنت بنتي فهي باختصار على الدين نقش باندي بدي تحكي لي عن شعورك وأنت ترفع راياتها بفوزك بالجائزة الأولى على مستوى العالم في مسابقة أفضل الممارسات في مهارات الكمبيوتر طبعا سؤالي كتير حلو أنا حياتا كنت منتظر أنك تسألني الله يخزك طبعا هي حياتا قبل ما نحكي على الإنجاز يعني أنا حابب أحكي على بداية الإنجاز أو التردد اللي أنا شعرت فيه قبل ما فوت بمجال الأدفانس أكسبرت لأنه لما قالوا لي أنه في هذا المستوى ففي نقطتين اللي يخلوني يتردد نقطة الأولى أنه طبعا مستوى المطلوب لهذه المرحلة كان بي أينز بي أينز باللغة الألمانية بي أينز باللغة الألمانية فأنا طبعا كان مستوى بها ذاك الوقت فقلت أنا كيف بدي أمشي وكيف بدي جاري الأستاذ فكان صعف فقلت يعني شوي حق نسحب حق أعتذر بعدين لقيت الأستاذ عم يحكي معي السلوبه رائع جدا واسلوبه كتير كتير مشجع فقررت أني لا استمر وطبعا استعنت بالجوجل ترانسليت ترانسليت كوني سريع بالطباعة وبالكمبيوتر فتشجعت أكتر ولي زاد الصعوبة أكتر بالنسبة إلي كلمة الأستاذ أنه فقط 7000 شخص في النمسا معهم ECDL Advanced Expert 7000 شخص بالنمسا عم استوى النمسا عم استوى النمسا ما شاء الله يعني أنا 7000 واحد حضرتك 7000 واحد فهذا كان زاد صعود الموضوع بس أنا اتفاجأت حقيقة وأنا ما بنكر أنه الفضل يعني بعد الله سبحانه وتعالى للأستاذ تبعي يعني الله يعافي ويش فيه هنا سبحان الله الله الأساد زي نحن حتى بالكورسات اللي عم ناخدها بتحسن دائما قلبهم على الطالب يعني حيبين يعطوه عن جد غير عنه عن جد يعني وأنا بقول اسمه لأنه فعلاً له مكان كتير بقلبي اسمه فرانس يعني أنا بتمنى لو يقدر يسمعني هلا طبعاً هو مريض الله يعافي بتمنى أنه بتمنى له للشفاء لأنه عن جد إنسان مخلص وإنسان رائع قال لي شو رأيك النمسا في عندها مسابقة عالمية حتشارك هون بلشت بالقصة هون بلشت القصة فهون كان التردد الثاني قلت له مستوى العالم يعني يعني فرانس انت متأكد أنه أنا بدي يفوت باسم النمسا عمستوى العالم قال لي وشو المشكلة يعني قلت له بس أول شي أنا ما لي نمساوي تاني شي يعني أنه أنا بدي يفوت يعني شغلي عالمية انترناشنال قال لي بس أنت عندك كل المؤهلات وبعدين أنت إنسان بغض النظر أنه أنت نمساوي أو غير نمساوي أنت عايش بالنمسا مقيم بالنمسا فأنت لك كل حقوق الشخص النمساوي وما بشوف أنا أي مانعي معك أنك أنت تترشح قلت كلمة أستاذ يعني كلمة إنسان كيف يعني هي بدها ستة ألاف قوس تماماً يعني مثل عنا في بلادنا وأتقول لك أنت إنسان فأنا طبعاً هاي كانت النقطة الأولى فطبعاً أنا يعني بعت زو في زو بعت الإيميل لما بعتوا لي هني أنا رديت علي هون طلبوا مني البروفيل طلبوا مني شو اشتغلت أنا بمجال الكمبيوتر شو عملت بعت لهم طبعاً المشاريع اللي أنا كنت شغالت سابقاً منها حكمة الاتصال منها مشاريع إدارة المعرفة كيف أنا استخدمت الأي سي دي إيل الإكسل والباربونت والأكسس والأمور هاي كلها وطبعاً هني يتفاجأوا أنه أنا كنت أصلاً عامل مشروع قبل ما إجي على النمسا بما كنت بأبو ظبي ودبي اللي هو حوكمت الاتصال المؤسسي ولدرجة أنه أنا عملت داشبورد يعني مستخدم كان المؤسسي عنها وحتى لدرجة أنه طلبوا تعميمه على كل المؤسسات هذا الداشبورد فلما أنا طرحت لهم هاي الفكرة كمان قلت لهم أنا هيك هيك عامل هاي كان كان عامل إضافي فاتفاجأت طبعاً أنا قدمت البروفايل البروفايل تبعي وقدمت السيفي وكتبت بروشيك بشريبونغ يوصف المشروع وطبعاً آخر شي أنا كنت بتخيله أنه يعني أنه حتى أنه انقبل بالمساواة طبعاً بعد شهر القبلت وأخدت الجائزة القبلت وبعد شهر جاييني إيميل من الأوسي جاي طبعا الإيميل إن شاء الله بعت لك نسخة منه اتفاجأت من من المنظمة إنه طبعاً حتى أسلوب اللغة المستخدم كان فيه إنه يعني مثل الموقر أو تعرفت بالمراسطات اللغة التقدير الكبيرة تمام يعني بيكون هير نقش باندي قاعدةً لما يكتبوا الخاطب الشخص أما المستخدم كلمة يعني الموقر أو الأخري إنه كذا كذا طبعاً إحنا حابين نقول لك إنه النمسا فازت على العالم بالمستوى الأول على مستوى العالم جاءت أفضل الممارسات للإي سي دي إيل وهذا البريس ريس اللي تم نشره في وارسو مقر الإي سي دي إيل منظمة الإي سي دي إيل وكاتبين يعني إنه بسبب مشاركتك القيمة تم الفوز بالمركز الأول على مستوى العالم وإحنا كتير بسعدنا إنه ندعوك لحفل التكريم طبعاً حفل التكريم صار بالحي الأول بالفولد صائلة وكانت يعني متمعت لك شيء يعني بالنسبة لي لا يوصف يعني عن مستوى فيينا عم نفرح بيجي مستوى النمسا نفرح أكتر بس عمستوى العالم يعني ما شاء الله الله يهل ليك الله يهل ليك أستاذنا أستاذي سؤالي بعد إذنك بدك تحكي لنا عن استراتيجيتك للاندماج الزكي تبعية 2025 كلمة استراتيجية هي طريقة الوصول إلى شيء يعني المنطلق الأساسي متما بقولوا الحاجة أمو الاختراع تماماً فأنا كان كتير بيقلمني لما كنت أنا حقيقة أقرأ بالصحف والمجلات والجرايد أنا بتعرف كون خلفك منك ما تفضلت أنت إعلامي سابق فكان عندي مثل إدمان أنه دائماً رج رائد وتابع الأخبار فكان كتير أنا يعني بيقلمني أنه عم ينزل بقارات عنا سيئة كلنا عم نحط ببوتقة واحدة تقطط في جنابك اللاجئين تمام موش بس اللاجئين حتى اللاجئين اللي صللون زمان هون كلهم يعني بيحطوا ببوتقة أوسليندر أوكي فهذا التأطير هذا وعملية يعني الوضع الشخص ضمن صورة نمطية سيئة سلبية كانت حياتاً توجهني ليش؟ لأنه أنا بعرف أنه نحن في عنا طاقات في عنا أبداع وأكبر مثال هم الشباب اللي خلال فترة وجهزة وخلال وجودهم بالنمسا صنعوا أشياء رائعة فهذا وجعني فأنا يعني قلت ومثل ما قلت لك أنا دائما بنظر للموضوع بنظرة إيجابية فكيف أنا فيني أطلع بشيء إيجابي كيف فيني أنا أقدم مثال ناجح بشكل صامت للرد على مثل هاي الأشياء فمن هون قلت أوكي لأ أنا بدي حط رؤية لنفسي اللي أنا ولا مجتمع اللي أنا عايش في أنه نحن نحط بصمة إيجابية بالمجتمع أنه نحن الطاقات اللي عنا يتم ترشيدها ويتم استغلالها على النحو الأمثل وأنا بعرف أنه الحماس لا يكفي يعني أنت الآن تتحمس مجموعة من الشباب هذا الشيء منلاحظه كتير إحنا ومنلاحظه من خلال يعني المنظمات اللي عم تطلعوا بعدين عم تفشل من خلال المبادرات اللي عم تطلعوا عم تفشل هذا شيء ظاهرة طبيعية لأنه أنت عم تضلق بحماس بس ما بيكفي الحماس مطلوب لانطلاقة قوية ولكن المطلوب هو مناهج مطلوب منهجيات مطلوب أطر استراتيجية للاستمرارية للاستدامة اللي أنت سألتني عنها أو تكلمت عنها بالبداية الاستدامة نعم أنا بدي أصل من نقطة ألف للنقطة باق فأنا حطيت بالنسبة لي أنا اللي هي استراتيجيتي أوكي أنه أنا خلال من هون لألفين وخمسة وعشرين بدنا نحاول إحنا نبني مجتمع متميز بكل معنى الكلمة ضمن بيئة فيينا وجدت أنه أنا كمان يعني أنه البيئة يعني صالحة يعني أنت لما تفوت على أرض وتلاقيها بتحط فيها بزرة بس تحطها بتطلع وبتعطي غير لما تفوت على بيئة رملية قد ما حطيت فيها ما حتشتغل فطلعت وجدت أنه فيينا في عندها استراتيجية ألفين وخمسين فيه عندنا عندها كتير تركيز على الإبداع على البحث العلمي على تعزيز العمل بروح الفريق هاي أول نقطة وجدت بأنه الأمم المتحدة في عندها 17 هداف هداف التنمية المستدامة نشانا هداف كتير رائعة وكتير حلوة مهندن داما بيشوفوا الشخص أنه إذا عنده اهتمام بالتطوير وحابه بيقدم مباشرة بيعطوه الطرق بيعطوه الصبل بيأمنوله مكان بيأمنوله ناس تساعده وكذا تمام تمام هذا الشيء كتير كويس تمام فرد شكرا فطبعا يعني يعني عن جد ما ممكن أنت تكون ببيئة بتشجعك على الإبداع وببيئة تشجعك على العطاء وأنت تكون على الهامش لأن التغيير حاصل حاصل تماما تماما حيتم حيتم تماما ففي فرق أنت تكون جزء منه بيكون أنت الشريك فاعل بالتغيير هذا بشكل إيجابي ويكون لك بصمة وبين أنك تكون شريك بتكون أنت على الهامش أستاذي لو تحدثنا عن النتائج التي حققتها سمارت أكاديمي حتى الآن باختصار شديد طبعا اتفاقيات عالمية وجود وتمثيل بمؤتمرات دولية ما شاء الله الشباب استفادوا من دورات كثيرة قدمت سمارت أكاديمي الشباب المنتسبين سمارت أكاديمي شاء يوصل العددون 900 شخص تقريبا 900 شخص طبعا في ناس تلعيد في ناس دخلت إلى آخرية بس متواصل تقريبا 900 بلشتوا أليل ما شاء الله بلشتها 100 واحد إيه سبحان الله دليل النجاح الحمد لله الحمد لله بالإضافة طبعا الآن أصبحنا إحنا معتمدين من آم إس عندي شب من أعضاء الأكاديمي عمام عندي براكتيكم وفيه اثنين عم يعملوا جوب ترينينج واحد منهم عملنا له كونسبت قدمناه للآم إس اتصلت فيه المستشارة شخصيا قالتلي الكنسبت رائع وقالت اتواصل مع المركز عننا الرئيسي للخطوات الجاية الآم إس طبعا هو مكتب العمل مكتب العمل طبعا وفيه الآن طبعا فيه شباب إن شاء الله قريبا هنعلن عنهم على موقع الأكاديمية سير بشتيندك ورح يتم إطلاق شركة مستوى رائع جدا ما سأقسب الحدث إن شاء الله منعني عنه بوقتها إن شاء الله منترك المفاجأ استاذي لو تحدثنا عن وجه الشبه بين عملك في البلاد العربية وأوروبا تمام يمكن أنا بدي أحكي تحديدا على أبو الزبي جانبك اللي كنت فيها اللي أنا كنت فيها كاشترال فترة كمتما قالت تخبير اتصال الاستراتيجي كمدير تطوير آخر فترة اشتغلت على رؤية أو كنت منذ فريق عمل رؤية 2030 أبو الزبي حقيقة هاي المدينة اللي أنا بعشاء واللي أنا حقيقة إلى فضل علي يعني أنا خبرتي كتسبتها من هونيك وأولادي يعني ولدوا فيها طبعا بالإضافة لأنه يعني فيها حقيقة كتير أشياء هي ودبي قد تكون يعني بنفس مستوى أوروبا تقريبا يعني أنا كتير مثلا لما بقول أفضل الممارسات العالمية موضوع التميز في الأداء الحكومي موجود هون هون كمان المؤسسات النمساوية الحكومية عم تشغل بمعايير جودة عالية جدا إن شاء الله موضوع الحكومة الإلكترونية موجود هناك وموجود هون يعني كتير من المعاملات أنا هناك كنت أعملها أونلاين وكمان هون بعملها أونلاين فهي الأمور كتير فيها شبه يعني ما شاء الله يعني كما مثل عننا بقولوا نحن بلادنا مية متقدمة صحيح مالله بلادنا مية متقدمة أستاذي طبعا الكلام يطول ويطول مع حضرتك وأنا كتير يعني سعيد ومسرور صدقا في يعني وجودي معك الآن آخر سؤال رح نسألك يا بعد إذنك هو النصيحة الذهبية بين قوسين اللي بتوجهها لكل لاجئ جديد إجي عن نمسا نعم النصيحة اللي بوجهها لكل لاجئ ديها ذهبية ذهبية حقيقة هنا نصيحة هي شقين الشقة الأولاني لا تتعلموا لغة ألمانية عيشوا اللغة الألمانية لأنه نحن لما نتعامل مع اللغة تعلم وتعليم يعني جهد يعني عذاب يعني في شي غصبا عني ساوي أما لما نتعامل مع اللغة عيش اللغة الألمانية شي حلو شي أنا متفاعل معه هذا حياتي هذا وجودي هذا السر النجاحي بيها البلد هاي ما هي نصيحة عذابية نصيحة ألماسية حبيب ألماسية نصيحة الثانية نحاول أنه نأسس علاقات قوية مع النمساويين ما نعمل مجتمع موازي مثل ما عملته كتير من الأجيال يعني أو الجاليات اللي إجيت لا خلينا نكون مجتمع متكامل مع المجتمع النمساوي خلينا نكون مجتمع متفاعل مع المجتمع النمساوي لأنه هني عندهم مبادرات حلوة فلما يشوفوا نحن عنا رد حلو أكيد حنشجعون على مبادرات أكتر نعم وآخر شي طبعا أنا فيه سؤال كنت بيتمنى أنك تسألني آه أكيد يعني هو شو سر نجاح على الدين نقشبندي أنا أخبي لك يا للأخير ومشان هيكي الطلالية كله لا أجد أنه أنا يعني بيعتبر فيه شيء معين أنا لازم أحكي اللي هي حقيقتا أنا محضر السؤال لها فكرة عجل أكيد تسألني يا رب الله يا رب أنا أنا إعلامي يعني أخبك على رأس يسألني طبعا أنا حقيقة سر نجاح حقيقي اللي يوصر علاء الدين نقشبندي لهالموصول هذا هو الإنسانة الرائعة اللي وقفت معي خطوة بخطوة بكل يعني مراحل الحياة تبعي زوجتي اللي فعلا إنسانة رائعة أنه الجهلة تحيي منهم الله يسألني الله يهنيك فيه ويهني فيك وبتمنى عن جد بتمنى إنه الأسر يعني اللي إجت على أوروبا تفهم إنه العلاقة علاقة تكامل وضروري نعم إنه المرأة تساعد زوجة على النجاح بالمجتمع الجديد أهلا وسهلا فيكم أصدقائي من جديد ورجعنا لكم مع المثال الحي الآن موجود في فيننا السيد عادل القدرو أهلا وسهلا فيك سيد عادل الله يسلمك يا رب أهلا وسهلا فيك سيد نور وشكرا لك على استطاقه الحلوية الله يبارك فيك عادل القدرو أنت من سوريا شو هي الصعوبات اللي واجهتك أثناء افتتاح مشروعك الصغير نقول عنه والله هو صعوبات ما فيه الحمد لله لما فكرنا بالمشروع أنا وشركي اللي هو سيد فرزاد بالمشروع الصغير هذا بعبارة عن مطعم شرقي والحمد لله لقيتنا المطعم وأخذناه بمساعدة الكادر اللي معي الشباب اللي بيشتغلوا معنا والحمد لله اللي أمور اتسرت ونجحنا الحمد لله عادل طيب شو هي تطلعاتك لتوسيع المشروع لك والله هي تطلعاتي للمشروع أنه بالمستقبل لازم نكبر المشروع تبعنا ونأرجي للأوروبيين نحن اللي عايشين معهم فنأرجيهم للاكلات السورية اللي كنا نحن نشتغلها بسوريا هلأ نحن هون عم فاتحين عبارة عن مطعم صغير عبارة عن شغلات خفيفة ووجبات سريعة فنحن لازم نأرجيهم الأكلات السورية اللي السورية معروف فيها تماما تماما يعني تنقل يعني الجو الشرقي إلى أوروبا تماما طيب عادل أنت وقت اللي جيت على فيينا حبيت تشتغل لحالك شو السبب يعني شو ما ما استفدت من الدولة ومساعداتها والشغلات أول شي أنا ما كان عندي مكانية لنشتغل لحالي بعدين يعني صبرت على حالي اشتغلت مع مطعم موجود هون بي فينا وصبرت على حالي اللي مدت سنتين بعدين شوية شوية حتى بلشت اعتمد مع نفسي بس طبعا مع مساعد شريك معي والحمد لله يعني وانطلقتوا في المشروع وانطلقنا بهذا المشروع طيب شو بتنصح الناس اللي حابة تفتح مشاريع وما تكون يعني باركة في البيت أو مع بستفيد يعني مع بقدموا إفادة للدولة والله أستاذ نور نحنا السوريين انه بالشغل طبعا وانا بنصح كل واحد بشو مكان المجال طبعا انه حاج طب خلاص يقوم يبدع بقى يأرجي الأوروبيين انه من هنا السوريين والمجالات اللي عم يشتغلوا فيها يبدعوا فيها وبعرف انه ما بيخاف عليهم كل واحد لازم يعتمد على نفسه وما يعتمد على الدولة اللي هو عايش فيها فنحنا نأرجي الأوروبيين نحنا معنى علي عليهم وخاصة انه اللي عم بصير نحن عايشين هنا كالترخيرهم بس نحن المساعدات نحن لا نطمعنين بالمساعدات نحن بدنا نعتمد على نفسنا نعتمد على حالهم ونأرجي انه من هنا السوريين يعني نحن بغضر نظر عن العرب كلهاتهم انه شغالين بأوروبا ونحن بدنا أرجيهم السوريين بشكل عام انه السوريين بمجال الطب مجال الحقوق مجال الهندسة مجال المطاعم الحمد لله الحمد لله ونحن بدنا نعلمين بس نحن نعلمين بدنا نعلمين بدنا نعلمين انه يقوموا بقى يعني أقل واحد يعني يمكن صالوا سنتين تقريبا موجودة الآن يعني صارت أمورهم الحمد لله تحسنوا تعلموا لغة انطلقوا إن شاء الله فأنتي بتنصحهم انه يفتحوا المشاريع يعني الدولة تقدم تسهيلات لتفتح مشاريع صح؟ تسهيلات كلها تسهلة إن شاء الله شرفني أستاذ عادل الله يسلمك يا رب وإن شاء الله يعني بتنال اللي بدك يا الله يكرمك يا رب ويعطيك ألف عافية الله عافية لك وهيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لهاليوم إن شاء الله مشوفكم في حلقات قادمة وأنا مني السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة